طيب أبو عبد الله ما شاء الله تبارك الله تاريخ حافل بالتغذيات الإعلامية والتواجد مع المنتخب و دائما نشوفك موجود مع المنتخب أبو عبد الله من 94 ما شاء الله إلى 2018 صحيح في كوس العالم ما في شك ربه ما أكثر إذا استرجع لا أنا أتكلم عن كوس العالم فقط ما شاء الله كلها الخمس نسخ كنت متواجد كتغذية إعلامية فيها منها اللي مثلا عندما كنت رئيسا للتحرير تواجدت مرة في جدة أعتقد على السلطة والطبعات ولكن في 98 نعم كنت مع المنتخب طيب إذا جينا نتكلم عن حتى ذكريات 94 اليوم كمسؤول في الصحافة الرياضية وقتها وهي الناقلة الأولى والأخيرة للخبر ما كان فيه أي شيء آخر للتلفزيون والصحافة فيشاهدون المبارات و يسمعون الكواليس من عند الصحفيين الأحداث التي تمت في 94 تأهل المنتخب و عبد الله كيف أنتوا استقبلتوا كيف احتفيتوا به شوف ربنا أو شمينة رسلت وقتها 94 لا لا أنا كنت مراسل ربما من محاصن الصدف أنه كنت مراسل الأوربيت الأوربيت كانت أول بطولة تغطيها أوربيت إي سبين تغطيها للمنتخب السعودي كانت كأس العالم قبلها كنت متواجد في أطلانتك سيتي كان معسكر لمدة أربعة سابيع من السولاري وكنت أغطي المعسكر بصفة يومية قبل بداية كأس العالم والحسن الحظ أو ربما من المصادفات أنه أنا مراسل الأوربيت مراسل الأوربيت اللي يكون على الباي لين إذلك أقرب ربما سعودي موجود ربما مع المصورين المصورين الفوتوغرافيين اللي موجودين ربما كنت من أقرب الناس إلى اللاعبين وإلى الأحداث على أرض الملعب بحكم العمل كمراسل ميداني وحياناً كنا ننقل بعض اللقطات لايف للسيارة النقل أنه ساعدنا أن نكون قريباً من الحدث ولكن بالصراحة كانت تجربة بالنسبة لي ناصر جرب التعليق مثلاً من الكبينة فوق وجرب التعليق على الباي لين لما تكون على الباي لين حتى الرؤية بصراحة ما هي مثل لما تكون تشوف الملعب من فوق تعطيك فيجين أكبر تعطيك رحابة أكثر بأنك تتابع يعني لما كنت أغطي للشرق روسط وعرب نيوز على سبيل المثال من المدرجات كان أفضل لي كأعلامي للتحليل مثلاً ولكن لنقل الحدث طبعاً التواجد على المضمار لذلك كنت على مضمار الملعب واتذكر أنه بصراحة ترى لعبنا في أجواء يقول الأجواء خدمتنا ما خدمتنا أنا كان القميص يعني كأنه خارج من مغسلة وهو علي قميص فقط أنزع الجاكيت قميص وكرافات كان كأنه بالذات في مباراة بلجيكا لما نقول أثرت حتى على الإعلاميين مو بس على اللاعبين إذا جئنا نتكلم عن 94 تحديداً نعم الحدث الذكرة أبو عبد الله كنت متواجد فيه شيء أنت تحس أنه هذا لا ينسى من الذاكرة غير التأهل طبعاً ولا أشوف بالتأكيد طبعاً مباراتنا مع هولندا كنت قريب من اللاعبين نتأكد خليني أبدأ لك من البداية ما كان في ماجزة عبدالله كان مصاب ما كان فت يعني يرجع قارن ماجزة عبدالله في 95 عندما لعب مع الناصر وقارنها عندما كان مع المنتخب مع المنتخب كان مصاب وشارك في الشوط الأول في المباراة مع هول عنده وجاءت يعني كرتان ثمينتان لماجزة عبدالله وكان سبعين بالمئة فت ستين خمسين بالمئة فت ما كان سجل هدفين هو ماجزة عبدالله في الشوط الأول كرة أنه استلمها وحاول أنه يعني يراوغ داخل المنطقة وتعثى والكرة بارتقاء ماجزة عبدالله إذا اعتبرها من أفضل اللاعبين في العالم بارتقاء ولعب الكرة بالرأس جاءت فرصة أنه يضع الكرة بالرأس ولكنه لم يرتقي جيداً هذا في بداية المباراة لأنه ماجزة لم يكن جاهز ليقيم 100% بسبب الإصابة التي كان يعاملها في المعسكر كيف تعامل سولاري وقتها مع اللاعبين؟ سولاري كان تبقي الصراحة أنا أعجبني ولا هوريا ولا العلاقة بالأمور أبداً أعجبني حديث سمولي العاد مع اللاعبين ذات الآلية التي كان يتحدث فيها سولاري سولاري تعرف ما كان مدرب معروف جداً وجدت له فرصة على طبقه من ذهب من خلال التواصل التي تم بين رئيس بين الملك فهد رحمة الله عليه وبين كارلوس منعي اللي أعتقدته فيه مسلغي أنا ترحم عليه كارلوس منعي أنه طلب منه قال أريد مدرب يعني بعد الغضب على المدرب الهولندي ما تذكره يجي يسمى يجي يسمى أسلم المدرب الهولندي اللي تم الاختلاف معه كان له وجهة نظر بعض اللاعبين في المنطقة كندينو؟ لا كندينو برازيلي يجي اسمه يجي اسمه مدرب هولندي مدرب جيد جداً يعني ما ننتقص من حقه لكن أنه جاء في فترة صار اختلاف بعدين تدخلتك بن هاكر يمكن ليو بن هاكر صحيح برافو عليك لا برافو على الإعداد ايه ماشاء الله تعطي الحق حق وهذا ممتاز جينا السولاري سولاري تعالوا كان جيد مع اللابين ما كان يضغط عليهم بصراحة كنت أتابع التماريخ الصباحية اللي كانت في غابة توقلت اسمه اللي هي المخرر المعسكر اللي يقيم فيه المعسكر قبل البطولة كان يتعامل معهم طويل المعسكر كان بو عبدالله ايه شهرين اعتقد لا أربعة سابيع اعتقد أربعة سابيع اللي كان في أطلانتك سيتي ايه في أطلانتك سيتي التعامل اللي سنى سمولي نفس التعامل اللي اللي اعتقد تعامل فيه سولاري وتعامل فيه أيضا الملك فهد رحمة الله هذا سولاري انه من دون ضغوطات من دون كذا اخوان احنا رحين كاس عالم تظاهرة كبيرة وبعدين لما تيجي انت داخل على كاس عالم فيه أقوى المنتخبات في العالم المطلوب منك انك تقدم أفضل ما لديك من دون ضغوطات عن ثلاثة مطالب بالنتائج اذا جت نتائج جيد جدا ما جت نتائج اهم شي تبذل أفضل ما عندك والأهم انه ما نقع شوفوا وان شاء الله ما رح نقله ومتفائل جدا ما نقع بنفس الغلطات السابقة اللي حصلت على سبيل المثال في البطولة في روسيا انه الخسارة بخمسة في مدرف أولا يعرف شغله القيادة السياسية وفق الله تعاملنا جيدا القيادة الرياضية من وزير الرياضة إلى رئيس الاتحاد يتعاملون بصورة جيدة الجهاز الفني والجهاز الإداري مع المنتخب بصراحة يعطينا طمأنينة انه ما نتعرض لسميها نكسات ونكبات خالف تلعب مباراة زينا بس ما تفتح ملعبك ما تتعرض لنتيجة بالنجية هذه وعبد الله بنتوسع فيها الجهاز الإداري والتاريخ بالنسبة للإداريين ورؤساء الاتحادات ووزراء الرياضة السابقين بروح